بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا في سؤال بيتردد من وقت للتاني لازم نسأله لنفسنا اعمالا لقوله تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصير سؤال مجتمعي من السؤال الفردي بس السؤال نسأل فيه نفسنا كلنا هو احنا حصل خصم في الثقافة بتاعتنا حصل فيه لغبطة في هويتنا طب السؤال ده ايه لازمته السؤال ده لازمته حاجة مهمة جدا جدا ان ثقافتنا وهويتنا دولة اللي بيدونا طعم وبيخلي حياتنا لها طعم ولو ده مش موجود في الغالب بتبقى فيه مشكلة المشكلة بتكون فين تعالوا نتكلم مع بعض تعالوا نقعد مع جليس مختلف شوية جليس يخلينا نحس ان احنا قاعدين مع بعض بنتكلم عن حن على فكرة احنا نتكلمش عن حاجة بس ان الناس المثقفين لا 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 بنتكلم عننا وانتوا عدتشوفوا ان احنا بتكلم عننا كلنا تعالوا نشوف ايه اللي حصل في مجتمعنا لما بدأ السؤال ده يغيب عننا احنا لازم نتحقق دايما ان ثقافتنا ثقافة صعيحة وان احنا محافظين على هويتنا الاصيلة بس ده مش هيكون غير بالوعي يعني لما نيجي نجلس وندور على هويتنا وندور على كمان على ثقافتنا لازم يبقى في المركز الكلام عن الوعي ويمكن ده المفهوم اللي ممكن نجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امع يقول انا مع الناس ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساء الناس ان لا تصدموا الوعي عندي معناه هو المعرفة المهيئة للعيش بها يعني ايه يعني امتى الواحد يبقى عنده وعي لما معرفته تساعده على ان حياته تبقى افضل وان معرفته دي تكون جاهز عشان يعيش بها ولذلك لازم الوعي يبقى فيه فعالية وتظهر هذه الفعالية في الحياة ولذلك الوعي بطبيعته صناعة ثقيلة ومتعددة الابعاد ليه باتكلم عن الوعي؟ عندنا مشكلة دلوقتي في الوعي الاولاد بيتخرجوا من الجامعة مش عارفين يختاروا مجال العمل ففيه ضعف في الوعي بسوق العمل فيه وعي منخفض في مسألة ادارة الازمات الاقتصادية في المجتمع فيه مشكلة في الوعي السياسي فيه مشكلة في الوعي الاجتماعي وإلا فقلولي نسب الطلاق زايدت ليه انا دايما بقول كده لما يحصل مشكلة اجتماعية ابحث مش ابحث مع الشرطة ابحث مع كل المجتمع عن الوعي وفيه حاجات لازم نتخلص منها واحنا نتعامل مع الوعي اول حاجة ودي ساعات بيسميها المثقفين التبوهات اول حاجة الوعي مش فرع العلم او قرين العلم لكن بيدني على العلم اه الوعي هي قيم هو مجموع قيم تلاتة المسئولية والانتماء والامل والارادة والرؤية ده ممكن تكون لحد ماكملش تعليمه وده مش معناه ان احنا بنهدر قيمة التعليم لا الوعي مهم مهمة في كل الطبقات ونزاك لازم نحترم الناس اللي عندهم وعي حتى وان كانوا ما حصلوش على قدر من التعليم نحترم وعيهم ومن الامور اللي بتهدد الوعي هي الفجوة احنا حوالينا كل حاجة بتتغير احنا لغاية دلوقتي احنا لسه في شهر خمسة وكان من يومين ثلاثة المطر بتمطر والشمس طلع فيه تغيرات في الكون فيه تغيرات في المناخ وفيه تغيرات اقتصادية فيه حروب فيه اشياء كتيرة جدا فيه تغيرات حصلت بس التغيرات ما قبلتهاش تغيرات في الانسان التغير في الانسان بقى قليل وعشان كده حصلت حاجة بسميها الفجوة ما بين التغير التغير التغيرات والتغير وده اللي احنا بنسميه الفجوة والفجوة دي مش هتترد من غلب الوعي كمان لازم نلتفت ان فيه اختلاف في السمات انسان معاصر الاختلاف ده ادى الى ايه الى بعد شويتين ثلاثة عن الهوية الوطنية واثرت علينا تأثير ضخم جدا 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 زي زيادة الفردانية وزيادة الميزاجية وزيادة كمان المظلومية وزيادة التشكك وزيادة كمان الاحباط وزيادة كمان ان زيادة فينا الحساسية وزيادة فينا العشوائية بس لازم نقول ان الوعي مقصود للتنمية الوعي مش مقصود لزيادة الوعي مقصود عشان المجتمع يحصل له تنمية فلازم يكون الوعي ده عندنا كمان لازم نقول كمان حاجة ان الوعي لا يحتكر ما فيش حد هيقدر يحتكر الوعد يعني مش مؤسسات التعليم بس هي اللي هتكون محتكر الوعد ولكن وعي بيكون لكل الناس لازم تشارك فيه وانا باعتباري بتكلم في برنامج ديني انا لازم اتكلم عن حاجة مهمة جدا الوعي بالهوية الدينية المصرية ايه يا مولانا ايه حكاية الهوية الدينية المصرية وفيه هوية دينية مصرية وفيه هوية دينية غير مصرية اه زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا الهجرت ولكنت مرأة من الانصار ففيه سمات بتميز الهوية الدينية المصرية عن غيرها اقولكم حاجة ولما بعدت الهوية الدينية المصرية عن ما صارها الصحيح حصل لنا مشاكل لذلك احنا لازم نحافظ على الهوية الدينية المصرية زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم امرنا امرنا الاهل الانصار ان يتمسكوا بالخصائص الراقية الموجودة فيهم انا كمان بدعو اهلنا في مصر انهم يتمسكوا وكل في كل مكان في كل بلد كل حد يتمسك بيه مفردات الهوية الدينية المصرية وانا بتكلم هنا في علمه مهم جدا جدا لازم نتكلم عنه علم اسمو علم اجتماع التدين قعدت افرز ايه اللي يخلي الطلبة مثلا من جنوب شرق اسيا ييجوا ويعيشوا معانا هنا في مصر ويفرحوا قوي بصحبتنا مع ان فيه مراكز علمية تانية لكن هما بيفرحوا عشان التدين المصري تدين مختلف ليه سمات مختلفة واقعدت ادرس الكلام ده سنوات طويلة لغاية ما طلعت بسبع سمات بتميز التدين المصري وتصنع من ده الهوية الدينية المصرية زي ما احنا عندنا هوية بصرية مبادرة كان بتكلم عن الهوية البصرية المصرية كمان احنا عندنا هوية دينية مصرية اول سمة من السمات السبعة في الهوية الدينية المصرية ان التدين المصري انا اقول الكلام بلغتنا وبعدين اقول كده ان التدين المصري تدين حنين تدين مليان رحمة وطيابة اه والله تدين مليان رحمة وطيابة فهو تدين تستطيع ان انت تقول تدين حنين أنا أتكلم عن التدين يعني ممارسة الدين مش بتكلم عن العلم بتكلم دلوقتي عن الدين بمعنى ونزاك بقى الهوية الدينية المصرية يعني هوية التدين المصري مقاما كانت الأزمات كنا دايما بنقول محدش بينام من غير عاشا ليه؟ عشان بينزلوا الأكل من السماء لا أكيد الطيبين هيقفوا جنب بعض شوف يا سيدي لما الدنيا كان بتقرس على الناس الغلاب عملوا فكرة لطيفة جدا جدا عشان يساعدوا بعض وعملوا فكرة الجمعية فبقى فيه جمعية الجمعية دي عشان الناس ما كان كل واحد يقول فيها كل واحد أنا ما ليش دعوة أساعدوا ليه وهو ياخدوا الأول ولكن كانت إيه لحصل؟ الجمعية دي كان نوع من أنواع الحنية نوع من أنواع التراحم بنا ولا يا سلام لما حد يتوفلوا حد ويعملوا له أكل ولا يا سلام لما حد يلاقي مليون واحد لما يكونوا جيران مليون واحد يساعدوا ولا لما نلمل بعض في الشغل عشان لما يحصل لحد مشكلة وكمان ممكن على فكرة نشتغل مع بعض في الغطان عشان فلان وما حد يقدر يمكن أن احنا ما زلنا حتى الآن عندنا حاجة سمع النقطة بنقط الشخص ده عشان الرحمة والطيابة وغير كده من الطيابة الكتير بقى أشكال من الطيابة فأول عنصر عندنا في التدائم المصري الرحمة والطيابة فعشان كده التدائم أعظم حاجة فيه الـ E.S.E.D ده عمل حاجة غريبة قفة في مجتمعنا خل المجتمع متماسك خل المجتمع مليان جدعانة خل المجتمع فيه تطبة خل المجتمع فيه حنية وزيك إلا حاصل لما جالنا تدائم ورد علينا تدائم فيه قسوة وفيه شدة عرفنا إن ده مش الشكل اللي احنا بنحب احنا بنحب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولما التدائم اللي لقيه بيعمل قسوة ما بنفرحش بنزع الصفة الثانية بقى اللي في التدائم بتاعنا إنه هو تدائم عشري آه والله عشري فالصفة اللي عندنا هي إيه الألفة والودودية التدائم عندنا من أهم سمات التدائم الهوية الدينية المصرية إنه هو تدائم مليء بالألفة والودودية يعني عشري يعني لما تقابل حد عند المصرين كده تحس إيه يقولك وش ومنوره كأنه عرفه من زمان تعرفه من زمان إيه ما تخليك كده زي أنا روحت بعض الدول الناس هناك ولا يجب الله يعني يعني الواحد بيبصرك كده يجيبك من فوقك ومن تحته ولا ينطق ولا يسلم ولا حاجة إحنا مصرين كلهم عادين يكلمهم بعض طول الوقت ففيه سرعة في التعارف غريبة الشكل ملحوظة ويا سلام لما تروح لجروبات المميز تلاقي بقى إيه اللي حاصل يعني كلام ملوش آخر إيه فرط إيه فرط الألفة ديت وكأنني معرفش أنت مامة فلان مامة فلان أولا وإيه مامة فلان إيه اللي يفتح باب المواد ده والرحمة كده ففيه ألفة فيه ودودية ونزاك إيه وده كأن ده التطبيق لحديث رسول الله عليه وسلم تسلم على من تعرف ومن لا تعرف ولما تقعد مع سواقين التاكسي حق غريبة جدا الناس بقى اللي بيقولوا الرغي ده يا سيدي ده واحد ألوف بس هو في الحقيقة ممكن ألفة بتاعته محتاجة انضبط شوية بس هو اللي حاصل بس هو ألوف فتحس ان ده عمل في مجتمعنا حق غريب قوي خلانا متمسكين وخلانا قريبين من بعض خلانا منتطمن ببعض وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل المؤمنين في تودهم وترحم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر فبقت فيه طمأنة وفيه اندماج وفيه حب للحياة والناس السفة الثالثة بقى في الهوية الدينية المصرية وفي تدين المصريين انه هتدين عنده محبة اسمع اسمع ان الدقة عنده محبة خاصة لله ولرسوله يعني ايه لله ورسوله هي الراجل يكون مطاين الدنيا بس بيقول ان ربنا بيحبني ومش هيسبني الوحد وكأنه بيعمل زي الصالحة التي كانت تقول اللهم بيحبك اللهم بيحبك لي اغفر لي فقال الله سيدة انت ما تقوليش الكلام ده قولي اللهم بيحب لك قالت لولا حبه لي ما اقامني اللي ادعوه المصريين عندهم كده فلزاكما سميه ددايون ددايون العاشقين هم عاشقين ربنا وعاشقين حضرة النبي بيحبوا الله ويحبوا حضرة النبي وهو ده اللي بيخليهم يتزنوا ما بين الحب حب الله ما دخل المسجد الرجل خلاه يسلم نفسه ليه ويرجع بان ربنا بيحبه فكرة ان ربنا بيحبه دي مركزية ان حضرة النبي بيحبه لدرجة المصريين يقولوا سيدنا النبي بيحبنا لاجل اللي بنته عندنا ايه ده حاجة تانية خالص الحاجة السمة السمة الرابعة من سمات التدايون المصري ان هو تدايون صافي سالك انا اسف يعني بالتعبير بس هو انا بقول الكلام ده عشان اهلنا وناسنا يبقوا فهمين تدايون صافي وسالك صافي يعني ايه تدايون بسيط وسهل مفوش التعقيد يبقى الصفة اللي عندنا او السمة اللي عندنا ان هو تدايون ايه تدايون ماله سهل وبسيط تلاقي الناس لما تيجي تتصدق واحد مش لايق حاجة يتصدق بياه يسكت لا يتصدق بإيه بالفول النابت إيه ده إيه البساطة دي يعني مفهوم الصدقة تحول إلى مفهوم بسيط كده مش لازم بقى زي الست اللي في أكتوبر اتبرعت بتهابها واتبرعت بشعرها وزي الست اللي اتبرعت دلوقتي بغواشها إيه اللي حاصل وزي هم هم بيحبوا يتصدقوا عشان يجيبوا خر الأموات عند المدافن فتصدقوا باللي لقين وبالبرتقان والقرس فده خلى المجتمع ماله عنده راحة في القلب وعنده أمل إن ربنا هيسر الحال وزيك المصريين مش بيكملوا عشانهم نوم لا ده بيكملوا عشانهم إيه رضا بساطة وزيك إيه اللي حاصل ما عندهمش مشكلة بيفضروا متماسكين مهما كان الحال الصفة الخمسة دي صفة لذيذة أوي بقى في التدين المصري إنه هو التدين إيه بقى إن التدين المصري تدين بهجة وفرح حق غريبة جدا مصريين يحبوش التدين الناكد ده زيك لما ييجي حد مرة لما استوردنا بعض الناس يقرأوا القرآن قالوا هو بيعيط لي بيوال واللي فلان ده يسموه بيوال لا الخشوع عندنا خشوع الشيخة الخشوع الجميل الخشوع اللي يخليك حاسس لسه إن الكرآن جميل خشوع خشوع مين؟ خشوع المنشاوي مش خشوع اللي بيأصر اللي بيأصر عينيه عشان تنزل دموع ونزاك اللي حاصل المصريين فاهمين إن التدين فرح أول ما يدخلوا المصريين على الرودة الشريفة يعرفوا إن المصريين وصلوا ليه؟ يزغرطوا مع علاقتهم والدين عندهم فرح فيعملوا توشيح ويعملوا احتفالات بالمولد ويجيبوا حلوة ويوسعوا على العيال أصل الدين ماله وهنا الدين بقى عنده فيه شيء أصر الدين عندهم إنه بقى فيه خلى المجتمع متماسك لأن الدين دين سعادة وجمال ويقول لك يا جمال النبي فالدين أصبح دين سعادة وجمال الصفة الستة بقى الإبداع والابتكار المصريين تديونهم مليء بالابتكار ويزاك يقول لك القرآن نزل في الحجاز بس تقول لي في مين؟ تقول لي في مصر ليه؟ هم اللي أبدعوا في تلاوة القرآن بالمقامات والإبداع فيه؟ إبداع وكأنك تبين على قلوبهم من علامات صدق الحب الإبداع في حب البديع ربنا رزقنا بإياهم أهل السماجة وقالوا لك لا ما لم يفعله النبي فهو بدع على فكرة العبارة دي بدع لأن النبي ما إلهاش بمناسبة أنا أطبق عليك اللي أنت قلته أنت مبتدع لأنه بالمناسبة يعني إحنا المصريين عملنا أبدعنا في العلوم وأبدعنا في تلاوة القرآن وهو دا اللي خلق القرآن جليل وعظيم في قلوب الناس فعرفوا يعني إيه جمال القرآن وعرفوا يعني إيه تفسير القرآن لما قرأنا بقراءة تفسيرية على إيدي الشيخ مصطفى اسماعيل وعلى إيدي الشيخ البنة وعلى إيدي الشيخ الحصري رضي الله عنهم جميعا ويا سلام على الإبداع بقى لما يعملوا شرط رمضان إبداع ولا موائد الرحمن ما كل دا إبداع وكلهم بيعملوا زي السيدة عائشة لما طيبة الصدق وعشان كده المجتمع لما حصل في دا تماسك المجتمع لما حس إن الدين بيتجدد وبيتسع وفهمه الدين فهم صحيح ما فهموش الدين فهم ضيق السما الأخيرة على فكرة مش هي دي السماات بس دي أهم دي السماات المركزية إن التدين عند المصرين تدين وسع بالتقبل للتنوع التدين واسع عادنا فترة زمان كان يجي لوحد يقول لنا إيه يقول لنا أنا عرف بيقات بيقات مذهبها مذهب شافعي سواء كانوا عرب أو غير عرب وأعرف بيقات مذهبها مذهب مالكي أنتوا ليه المصريين كده عندكم كل المذاهب عشان إحنا عارفين الدين دين واسع بنقبل الكل أقول لك حاجة إن إحنا كده عارفين ماشيين على سنة حضرة النبي كمان لما استقبل وفد النصارى الناجران ولما عاش مع اليهود في المدينة إحنا عارفين إحنا عارفين إن الدين دين واسع وبنتقبل كل المخالف لنا وبنتقبل المخالف لنا إن الدين بيسمح بالتنوع فبنعيش عايش مشترك وعارفين إن الصفات مهما اختلفت لكن إيه اللي حاصل ده بيقربنا من نموذج المدينة وعشان كده إيه اللي حاصل حصل تماسك فالتدين المصري والهوية المصرية اتبنت فيها حالة من حالات التوسعة فبقينا كلنا بنعيش مع بعض ومبقاش عندنا التدين المصري التدين طارد زي ما حصل لما جي الوافد اللي وفد علينا ده التدين المغلق احنا تديننا تدين مفتوح وعشان كده تدين التدين ده خلى الناس المصريين حقيقيين هقولك حاجة ليه الناس بتحب تيجي لمصر وتقعد مع المصريين عارفين ليه؟ عشان حاسين إنهم حقيقيين أنا مش هتكلم معكم كتير احنا مفروض نعمل إيه بس أنا عايز أقول لكم حاجة انتوا لازم تحافظوا على السمات السبعة للتدين مصري وتسعوا دايما إن انتوا تحافظوا عليه افتكروا إن التدين مصري تدين أول حاجة أول سمة إن التدين مصري تدين رحمة فيا التدين ده تدين حنين التدين مصري كمان تدين في ألفة وودودية فهو تدين عشري التدين مصري كمان تدين محبة خاصة لله ورسوله فهو تدين العاشئين اللي بيحبه وكمان التدين مصري ده تدين بساطة وسهولة فهو تدين صافي وسالك رقم خمسة التدين مصري تدين بهجة وفرح فهو تدين حب الحياة والتدين مصري تدين الابتكار والإبداع وعشان كده تدين بيتجدد مع كل نبرة صوت بتطلع من الشيخ مصطفى للشيخ محمد رفعت التدين مصري للصفة السبعة اللي فيه تدين وسع لإنه بيتقبل الآخر تعالوا مع بعض كده نعمل شوية إجراءات لطيفة محدش يتنصل من الوعي فإيه اللي حاصل؟ كلين نتمسك بالوعي محدش يخاف محدش يخب نفسه اللي هو المصري ما هو هو فيها قيمة إضافية افتخر بهويتك افتخر بهويتك الدينية وما تسمحش لحد يطعن فيها ما تسمحش لحد يكلمك على إن فيه شرك ما تسمحش لحد يكلمك على البدع لأن البدع ديت هو الكلام بتتوسع عن مفهوم البدع وإن كل ما نفعله ده ده يفسد أبداً إيه ما تسمح بده وإحنا لازم نرجع تاني والأسرة تمارس دورها والمسجد وكل مؤسسات الوعي والجامعة كله يمارس دوره في التوعية بهذا النموذج العبقري في الهوية المصرية الدينية تالت تاني حاجة لازم نعمل جلسات استماع موسعة إيه المعوقات اللي عندنا ولازم الجلسات دي تبقى نوعية إيه المعوقات اللي عندنا اللي بتخلي التدين المصري ما يفضلش قاين بدوره وأنا شايف أن من أهم الحاجات اللي لازم ننقشها هو إحنا قد إيه قادرين نفعل السمات السبعة اللي إحنا ذكرناها ده لو إحنا فعلناها أنا بقول لكم العالم كله هيقدر يعرف الجواب ليه العالم كله قلبه بيحن المصر عشان هذا الدين الجميل أنا بقى فيه إجراء كده مهم لعل الناس ويبتتناقش ولعل الناس ويبتتكلم تعمله إحنا محتاجين نراجع للخطابات المختلفة كلها أنا أسف أنا في الإعلام محتاجين نحنا نراجع للخطاب الإعلام راجع لخطاب الدين راجع لخطاب الاجتماعي راجع لخطاب الاقتصادي إحنا محتاجين مراجع للخطابات مراجع ليه؟ أنا شايف أن فيه مشكلة حصلت هذا التسلل هذا التحالف مع الشيطان لمنع المصريين أن يبقوا حنيينين وأنهم يبقوا قاسين ويدخل مفهومات بقى على التبديع والشرك ده ده نوع من أنواع الخيانة للهوية المصرية هناك خيانة للهوية الدينية المصرية ولازم هذه الخيانة أقف بكل وضوح إحنا هذه الهوية الدينية المصرية جزء من تطبيق سنة رسول الله والحفاظ عليها واجب شرعي واجب شرعي حفاظ على هذه السمات لأن ما في سمة من السمات السبعة لأنا قلت لكم إلا وعليها أدلة شرعية وأي حد بقى يجي يقولك لأ أنتم تميلون إلى اليسر آه إحنا من المزع عليك يعني إحنا بنحب الرحمة يا أخي إنت بتحب التشد بتحب التشد ما تجيش تتكلم إنت اللي صاحب المعصية مش المصريين المصريين سهلين بيحبوا ربنا آه عندهم أمل في ربنا آه عندهم تعلق بالله آه عندهم دوابان في حب رسول الله آه ولذلك يبقى لازم الإجراء الرابع يبقى عندنا استراتيجية واضحة لمسألة الوعي والحفاظ على الهوية الدينية المصرية وأهمها لابد أن احنا نتكلم عن المكونات اللي احنا قلنا ولازم يبقى عندنا السمات دي لازم تكون في برامج تدريبية توعوية للخارجين من الجامعات وكمان للدعاء عشان يحفظوا ويتكلموا طول الوقت بهذه الأمر بهذا الأمر ولازم يبقى عندنا منظومة لقيم الوعي ويكون على رأسها حب الحياة ومواجهة الكراهية والانتماء ومعنى أن الوطن قيمة وليس محلا نعيش فيه ده اللي احنا ممكن نقدر نحافظ بيه عن الهوية المصرية الدينية لأن ده كنز أنا عايز أقول لكم حاجة أنا عندي الحفاظ على الهوية الدينية المصرية هو الاحتياط الإنساني الذي يجب أن نحافظ عليه ده هو ده الحل ده أمر جليس كنا لازم نجلس معاه لازم نتكلم بجد لازم نتكلم في قضايانا لأن احنا لو تكلمناش في قضايانا إزا ما نعا يمشي لازم نتحاور حول ده لازم نتكلم حول ده لأن ده محتاج شغل كتير ومش محتاج أن احنا نتهاون